بسم الآب والابن والروح القدسة الإله الواحد أمين المزمور المية وتمانية والمزمور ده كتبه داود لما كان بيحارب ناس اسمهم الأراميين ولما كان منشغل بالحرب معهم قام فيه ناس تنين من أعداء اليهود اسمهم الأدوميين تحلفوا مع ناس تلتين اسمهم المؤابيين وعملوا جيش واحد وراحوا يحاربوا جنوب اسرائيل بما أن داود منشغل في الحرب مع الأراميين في الشمال فداود كان منشغل في الحرب في الشمال مع الأراميين راحوا الأدوميين تحلفوا مع المؤابيين وابتدوا يهجموا اسرائيل من الجنوب لأن داود منشغل داود صعب عليه جدا وابتدى يصلي لربنا ويقول له أنا واثق أنك هتنصرنا وهتخليني أحارب الأراميين وارجع كمان أحارب الأدوميين والأموريين لأنك معانا ولازم هتنصرنا تعالوا نشوف عبر عن كده إزاي أنا قلبي ثابت يا رب ثابت قلبي أنا بغنيلك ورنملك كل مجدي هو من عندك اصحى يعودي اصحى أياتها الرباب أنا هقوم من الفجر وأحمدك يا رب بين الشعوب ليك أرنم بين كل الأمم لأن رحمتك عظمت علينا فوق السموات لحد السحاب حقك محفوظ ارتفع أنت يا رب على السموات وليرتفع على كل الأرض مجدك يلا يا رب نجي محبيك خلص بيمينك واستجب لي الله سمعني وبيتكلم هو نفسه وبيقول أنا هقسم لك وديك شيكيم اللي هي في غرب نهر الأردن وهديك وادي سكوت اللي في شرق نهر الأردن أنا هديك منسة وأرض جلعاد اللي هو حفيد منسة وهديك أرض إفرايم اللي واخد جزء كبير من الشمال ويهوزة اللي واخد الجنوب يعني هديك شرق الأردن وغرب الأردن الشمال والجنوب كله بنفس علامة الصليب دي هيبقى بتاعك أما بقى المؤابيين والأدوميين اللي تحلفوا علينا عشان يهجموا علينا من الجنوب فأنت يا رب هتطرحهم زي ما تكون بتطرح النعل يلا يا فلسطين اهتفي وشوفي الحرب والنصرة ازاي هتيجي من ربنا مين يقودني ويوصلني لعاصمة الأدوميين مين يوصلني لهناك مفيش غيرك انت يا رب اللي ممكن تقف معايا وتنصرني وتوصلني لمعقل دار الأدوميين صحيح انت جالك وقت رفضتنا وما كنتش بتخرج معانا في الحرب من أجل انك تقدبنا لكن الدرس وصل يا رب دلوقتي بقى احنا محتاجينك تكون عاوني لنا في الضيق لان الانسان عمر ما بييجي منه خلاص الخلاص بيك انت يا رب انت اللي بيك نصنع بأسنا وقوتنا ونقدر ندوس أعداءنا بقوتك اسم القاب والابن والروح الكدسة الاله الواحد امين في المزمور المية وتمانية داود كان بيحارب القراميين وكمان مستنيع حرب مع الأدوميين والمقابيين حرب عظيمة ومليانة دماء وممكن يكون فيها استشهاد وموت علشان كده ابتدى المزمور وهو بيثبت نفسه قدام ربنا وبيقول ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي أنا مش هتهز ولا هتطرب حتى لو الموت منتظرني طبعا دا يفكرنا بالشهداء كنستنا أكيد المعنى دا كان في قلبهم قدام السيف أو قدام الاستشهاد أكيد كان اللي بيدور في البال أنا ثابت قلبي يا رب بيك أنا ثابت قلبي وهنا أفكر حضراتكم بشهداء مدينة إسنا مدينة إسنا اللي في الأقصر اللي مات فيها يمكن مية وستين ألف مسيحي الحقيقة لما راح إريانوس علشان يموت المسيحيين هناك الأول أول ناس قابلهم كانت الأم دولاجي وولدها الأربعة وموتهم كلهم على حجر مامتهم وفي الآخر موتها هي كمان والحد النهاردة هم مدفونين في مكان البيت بتاع الأم دولاجي نفسها لأن الناس أخذوا أجسادهم ودفنوهم في البيت بتاع الأم دولاجي اللي دلوقتي بقى كنيسة هناك بعد كده جه إريانوس تاني لمدينة إسنا وموت عدد كبير من المسيحيين منهم أربع أراخنة مشهورين وموؤود أجسادهم لحد النهاردة أسابيوس وبخوش وسمان وهرواج أخيرا إريانوس الوالي راح مرة كمان لإسنا والمراضي بقى لما دخل القرية لقى القرية فضية خالص استغرب ملقاش غير ست عجوزة نايمة على الأرض فسألها هم الناس راحوا فين هي بمنتهى البراءة قالت لهم أصل إريانوس الوالي جاي على شاني موت المسيحيين فانبارح الأنبى أمونيوس الأسقف بتاعنا أخذ كل القرية وطلع عند جبل القديس أغاصن في الدير اللي هناك اللي اسمه دير الأنبى إسحاء وهناك بيعملوا قداس علشان قالوا احنا نصلي القداس وبعد كده نستشهد وأنا مقترتش أروح معاهم لإني ست عجوزة ممكن توصلوني طبعا اللي هيكت بتكلمه ده كان جيش إريانوس الوالي نفسه فطبعا موتوها بس عرفوا من خلالها مكان المسيحيين فين فطلعوا لهم على الجبل لقوهم فعلا بيخلصوا القداس وخرجين بس فوجئ إريانوس الوالي وجيش اللي معاه بمنصر المسيحيين وهم خرجين من القداس بثبات بثبات قلب عاملين زي زفة لابسين أبيض الشماس واقف ماسك الصليب والناس وراه بتدفه والتريانتو تقول لهم رايحين فين يقولولك رايحين نستشهد إريانوس استقبلهم وهو مبهور وبقى بيموت واحد ورا التاني إيش شباب وكبار شيوخ وأطفال سيدات شيلة رضع وشباب كان عنده أحلام إنه يورس أرض ولا يكبر في تجارة الكل ضحى بكل ما عنده في مقابل السماء أكيد إريانوس اتهز وكل الجيش بتاعه حتى لو قال عليهم دول مجانين معقولة كل دول مجانين وجيين للموت برجليهم بفرح وابتهاج وثبات قلب استشهد في اليوم ده عشرات الألاف من المسيحيين على إيد إريانوس الوالي وبعد ما انتهت المسبحة كان فيه تلات فلاحين في الحقل واحد اسمه سورس وأنطوكيون ومشهوري التلاتة دول كانوا في الحقل وما لحقوش اللي استشهاد فوهم راجعين لمحوهم الجنود وعرفوا أن دول تلاتة ما استشهدوش وماتوش وعرفوا أن هم مسيحيين والتلات فلاحين قالوا لهم إحنا صحيح ما استشهدناش بس إحنا مسيحيين وكنا في الحقل إحنا مش هربانين قالوا لهم بس إحنا خلاص لمعنا السيوف ونضفناها من دماؤكم مش هينف عن موت كنتو كمان النهاردة ممكن بقى بعد فترة نكون في قرية من القرى بنموت المسيحيين ابو تعالوا لنا ساعدها مكادش عليكم لكن التلاتة فلاحين قالوا لهم لأوا ليه قادي الفقوس بتاعتنا اللي كنا بنزرع بيها في الحقل ممكن تموتونا بيها لو مش عايزين تلوصوا سيوفكم على حد تعبيركم وفعلا استشهد التلاتة فلاحين بالفقوس بتاعتهم في اليوم ده والكنيسة بتعيد بعيد جميل ليهم وأجسدهم لحد النهاردة موجودة وبتعمل معجزات كتيرة والحد النهاردة بيظهروا الناس كتيرة يشفوهم أو يشجعوهم أو يرشدوهم ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي أمام التجارب أمام الموت أمام الاستشهاد ترجمة نانسي قنقر